أجرى محافظ القاهرة خالد عبد العال جولة تفقد خلالها عددا من المحطات مشروع كايرو بايك وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع خلال الشهر القادم يهدف المشروع إلى الحد من الزحام وتشجيع المواطنين على ثقافة رقوب الدراجات بديلا عن استخدام السيارات مشروع كايرو بايك ده مشروع يتواكب مع إصطافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي اللي هي وقت في نوفمبر القادم إن شاء الله في شرم الشيخ وطبعا بتأكيد من توجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع منظومة للوسائل النقل المتكملة على مستوى القاهرة النهاردة إحنا بنشهد تجربة مشروع كايرو بارك على مستوى القاهرة من حيث عرض المحطات الميزة في هذا المشروع إنه هو طبعا بوفر وسيلة نقل صحية يعني طبعا متكاملة زي ما قلت على مستوى القاهرة وصديقة للبيعة